بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم جميعا مرحبا بكم في القناة نشكركم زجيل الشكر على الدعم والمشاركة بارك الله فيكم إذن أول ما ندخل في صلب الموضوع نتمنى منكم لموش مشترك في القناة يشترك يفعل زر الجرس ويخرب طنع هذا كرجام في وجه ربي إذن من خلال هذا الفيديو رح نتكلم سامحوني نتكلم مع الفيديو السابق لفيه امتيازات كثيرة للمتقاعد للموظف يعني أول عامل يتقاضى راتب 3 ملايين هذا هو الشرط ومسموح لحتى السن 70 سنة بحي نكونه يعني في صحيح المضمون تاعة ذاك القرط البنك الشعبي الجزائري هو السبياء يستفد منه باشتشره سيارة مسلزمة البيت آثاث يعني الأدوات الكهرومنزلية الكبيرة هذه كلي تكون الباب غطحها ضخم يعني يكون هناك تقصيد لكن فيه رصم وفيه فوائد ويكذب عليكم الكاذب كي إن هناك قانوات يعني جدني يعني متابعين قالوا هالي أنهم قرم يقولوا بلي بدون فوائد لا هذا القرط اللي خاص بهذا العمر اللي خاص بهذا الشراء السيارات يعني هذا فقط اللي فيه يعني فوائد كي إن هناك قرط ممكن ما فيهاش لكن هذا فيه فوائد باش نكونوا فيه صحيح العبارة وكونوا صريحين شفافين مع المتابعين تحنا إذن كذلك فيديو أتكلم فيه سيد جامري على الزيادات اللي قالوا ما كان زيادات في 2025 كان زيادات إن شاء الله في 2025 راح تكون هناك تثمينات هذه السنة وتكون على التوالي إن شاء الله هذه الزيادات وحتكون رفع في الأجر الأدنى المضمون ولي قال عليها رئيس الجمهورية وأكيد هناك فئات راح تتمسع هذه الزيادات طبعا من صلحية رئيس الجمهورية التي يمكن يعني يقررها هي أنه يدير زيادات استنائية للمتقاعدين إلغاء الضريبة أو تخفيض الضريبة في أي وقت وهذا اللي عشناه وسمعنا تصريحاته السابقة خلال الحملة الاستثنائية الانتخابية عفوا أذكرها للفئة وهو الفئة المتقاعدين وهو مهتم كثير بهم وذكرها في العديد من المرات تنتعوا للحملة الانتخابية أكيد راح يلتزم بوعود وقالها بصحيح العبارة الراجل يتعلق من لسانه وقال كذلك هذه العبارة سجلوا عندكم وحسبوني بها أكيد هناك زيادات وإن كانت زيادات إستثنائية راح تمس المتقاعدين أمر جيد جداً وخاصة لو تم إلغاء الضريبة على الدخل لكن لكن هذا فقط يبقى مطلب من كل المتقاعدين لكن راح يكون تخفيض الضريبة لأنه نقول لكم صراحة يكون هناك أمل نعطي أمل للناس نقول لكم إلغاء الضريبة تماماً يعني هذا مستبعد ومن بعد يعني تفشل طموحاتكم ويعني نحس بالطعنية بالضعمة نقول لكم الحق إذا تخفيض الضريبة هو لي وارد وذكروا حتى رئيس الجمهورية بلسانو ما قالش نلغي الضريبة طبعاً إلغاء الضريبة راح يمس فيها اللي هي تخلص من 3 ملايين وهوت والتثمين تاع كل عام يعني طبعاً كان هذا العام من 10 حتى 15 لهذه السنة 2024 راني عارفة باللي ضريبة اللي تنزل على المعاش نتاكم راني حسب بكم يعني حتنقص منه الكثير والكثير خاصة أن يتقضوا معاش أكثر من 5 ملايين والمتقاعد أو لإتقاعد يعني طبعاً راح يحرم من العديد من الامتيازات اللي كانت يعني يديها قبل من كان موظف كما العلاوات المردودية من حتى الأداء الطربوي بنسبة للمعلمين يعني ومدرسين والوظيف العمومي على موعد هو كذلك على الزيادات في مطلع السنة إن شاء الله في هذه السنة الجديدة السؤال بارك يطرح ما هي النسبة هذه الزيادة وما تتطبق وشكون هي الفئة اللي مش راح تمساها هذه المرة الزيادة طبعاً النسبة ما زلنا ما عرفناهاش الوقت تاني ما زلنا ما عرفناهاش لكن على باننا بالإخلال هذه السنة الشرحة تكون فيها مفاجآت لكن تحديداً تحديداً التاريخ لا نعلامه لحد الساعة رئيس الجمهورية صالح شهم المرة على رفع الحد الأدنى للأجور اللي هو سميك والكل راح يستفاد القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص لما يطلع السميك ممكن يلحق لربعمائة الف أو شوية يعني ربعمائة الف وخمسين يعني هكذا وتكلمت فيديوهات السابقين على هذا الأمر وأن هذا الزيادات أو رفع السميك راح يمس أصحاب الأجور الضعيفة راح يستفادوا من السميك إذا طلع فهمتوني وأصحاب المتقاعدين أصحاب المنح الضعيفة والمعاشات إذا كما راح يستفاد الموظف والعمل من الزيادات هذا كتاع السميك حتى المتقاعد نفس الشيء أصحاب المعاش المنقوط هم كذلك راح يستفادوا من هذه الزيادات يعني هذاك المتقاعد المعاش المنقوط هو أصلا كان يعني كان هناك متقاعد يهز في المعاش التاع لما توفى هذاك المتقاعد راح دوي الحقوق اللي هم يعني الزوجة تاع ولا البنت اللي العزباء أصبح معاش المنقوط يعني هم تاني على موعد أنه ذيك يعني رفع في المعاش انتحم طبعا لما يخفضوكم الضريبة تاني على الأجور والمعاشات كذلك فالغاء يكون يتقاضع طبعا كما قلت لكم ثلاث ملايين وانزل أما التخفيض يمس يعني من ربع ملايين وطلع يعني ثلاث ملايين ونصف ربع ملايين لكن الزاء يعني تام منظمش يعني لحد الساعة ممكن مستقبل يعني يتم تدريجيا الله يعلم أكيد هذه الزيادات رح تكون معتبرة بالمقارنة بالزيادة تاع 47% لأنه هذه الزيادة تريد 53% ما شاء الله ما هيش هيلة حاجة كبيرة إن شاء الله وتاع 47% اللي عشنا هذا العام التطبيق تحى خلال هذه السنة كان بنسبة 10-15 عشر من 10% حتى 15% وهذا العام التطبيق خلال سنة 2025 يعني إن شاء الله هتكون نسبتها 53% على التوالي 2025 2026 2027 ممكن ممكن لأنه قالوا انتي على 60 من 2220 لأنه النسبة راي كبيرة لأنه الزيادات رح تكون معتبرة مقارنة بالزيادة انت 7-4 لأن 53% ما هيش حاجة صغيرة طبعا 7-4 من مياه هذه عشناها هذا العام والتطبيق خلال سنة 2025 إن شاء الله رح يكون لنسبة 53% وحتى ليتقاض منح ضعيفة المتقاعدين رح يستفادوا أكيد يعني من إلغاء الضريبة أما لفوق ربعة 3.5 ولا ربعة فما فوق يعني رح يكون هناك تخفيض ضريبي ورح يكون رفع الاسميق وإذا اصدر القرار من رئيس الجمهورية في حد ذاته على الزيادة الإستثنائية هذه ننتمنى وإن شاء الله هذا العام تتمس المتقاعدين لهذا العام مثلا تكون يعني 10% 14% ولا 18% للمتقاعدين رح تكون زيادة معتبرة جدا وقفزة كبيرة لفئة المتقاعدين رح تتطبق في أقرب وقت إن شاء الله وكان معي فيديوهات طبعا بلي سنة رئيس الجمهوري أنه خلال السنة القادمة طبعا هذاك الفيديو في خلال الحملات التعوى الانتخابية قال رح تكون زيادة بداية من السنة المقبلة يعني هذه سنة 2025 لكن الشهر بالذات لم يقل ولم يصرح فالكل رح يستفاد إذن نحن على موعد طبعا يرفع المناح كذلك منحة الطفل العلاوات منحة الأجر الوحيد ولما نخص كلامي بالموظف ليتقضى راتب أكثر من 3 ملايين أو متقاعد عنده معاش مليح هذا نحن نتكلم على النقطة الاستدلالية للموظف ورح يطلع فيها رئيس الجمهورية ورح تكون تدريجية ماشي ضربة واحدة أما المتقاعد أو رح يستفاد هذه السنة من هذه نسبة التي استفدنا بها طبعا وشوفناها 10% و15% لو طبعا مست أصحاب الأجور المرتفعة كانت زيادات معتبرة ليتقضى فوق 4 ملايين ولي كانت تقريبا 500.000 600.000 حتى 700.000 كل واحد طبعا ما عاش نتاعه وكل واحد تحسب الراتب نتاعه إلى خالية رح يستفاد وطبعا بإذن الله من التخفيض الضريبي زيادة استثنائية ورفع في الأسميك أو الأجر الأدنى المضمور أكيد الكل رح يتفاد من خيرات البلاد ثم فقط ديروا ثقة في رئيس الجمهورية إن شاء الله والقادم أحلى وأجمل إن شاء الله تفاعلوا خيرا إن شاء الله تجدوا وأكيد نتمنى تحسين القدرة الشرائية الكل رح يشتكي منها على غلاء المعيشة اللي رح نعيشينه والأمور الكثيرة رح تستقل إن شاء الله رح تنخفض إن شاء الله الأسعار ونتفعلوا إن شاء الله بحلول سنة 2025 جديدة إن شاء الله رح يكون الخير ورح يعمل جميع ورح يستفاد الجميع ورح يفرح الكل 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 بهذه الزيادات طبعا أراني حاولت نجاوب على الأسئلة تاكم من خلال الفيديو دوما نقول لكم تابعوا فيديواتنا بتلقوا الإجابة على الأسئلة التي تاكم المطروحة عبر فيديوات سابقين نتمنى فقط فعلوا الجرس بيساق الحق كل جديد طبعا برطجونا الفيديو بصمع الفيديو وتابعونا دوما باشتلقوا كل جديد موجود في القناة نقول لكم نشكركم أنا حسن إصلا ومتابعة دمتم في رعك وحفظه مع سلامة